أخلاقية العمل هي مجموعة من السلوكيات التي تحتار من الجامع وهذه السلوكيات تجلى في مسؤولية الشركة الأخلاقية تجاه الـ Employment and Community بمعنى احترام العمال واحترام المجتمع أو المنطقة التي فيها مقر الشركة أو المصمع الـ Environment بمعنى احترام البيئة وعندنا الـ Accountability and Transparency المسؤولية والمحاسبة يعني أن الشركة مسؤولة على ما تفعله وبنسبة للشفافية فهو واجب على الشركة أنها تفسر بعد السلوكيات أو القرارات بواحدة طريقة مبساطة وما تخبيها الـ Corporate Social Responsibility هي المسؤولية الاجتماعية للشركة وهي الإضافات التي تزيدها أي شركة أخلاقية للمجتمع مثلاً في جائحة كورونا بعد الشركة تساهموا في صندوق كورونا وكان بعض الشركات تساهم في بناء ملاعب القرب إلى آخره Business across cultures كتعني المجهودات التي تقوم بها كل الشركة ضمن التفاعل مع مهنيين والموظفين من مختلف الخلفية التقافية هنا عدنا بعض التعارف التي خاصنا نفهمهم ونعقل عليهم أول حاجة هي الـ Company or Corporate Culture كتعني الطريقة التي تخدم بها كل الشركة والأولويات والأشياء التي يبنون لها مهمة مثلاً في جوجل رأيك تدير 3-mail يعني واجبات مجانية Employee Social Gathering تقدر تجلب صحابك معك الخدمة مكافأة مالية صالات ألعاب الرياضة والريسالة هنا هي تهلّى في الخدام التي تهلّى فيك يعني هي تعتقي من الخدام وحتى الخدام لكي يرى التعامل هذا كإعطال اللي عنده هناك الـ Container Culture وهي ذلك الأفكار والأحكام المسبقة اللي يطوره مجموعة من الناس خدامين في مكان واحد مثلاً العنصرية تجاه بعض الموظفين هذا الشيء الحلّة هذا كعروبي ما ننظر معه أولاً العنصرية داخل بعض الأجهزة مثلاً الشرطة اللي بعض المرات كي يستخدموا بعض الكلمات والإجراءات العنصرية في حق المواطنين Long Hour Culture يعني واحد الشركة اللي كتستنى من الخدامة ديالها أنهم يخدموا ساعات طويلة يومياً الماتو كالتر هي طبيعة العمل اللي فيه خطورة كبيرة واللي كيحتاج للبنية جسدية قوية واللي في غالب الأحيان كيكون مخصص للدكوة مثلاً رجال يطفى عمال البناء وعلي الإشارة فقط فهذا الماتو كالتر جات من الماتو الماتو كتعني الرجل القوي إلا فهمتوا هاد الأنواع ديال التقافة أرغي يجيكم تمرين رقم سبعة سهل Distance and familiarity قلنا بيلي أن كل شركة عندها التقافة الخاصة بها ومبين عناصر التقافة التي تميز كل شركة هي Distance and familiarity يعني مسافة ما بين المناجر والأشخاص الذين يخدمون عندهم نأخذ يجوز للشركة واحد الشركة A وشركة B في الشركة B ساهل أنك تهضر مع المناجر ديالك وعندهم حتى تقافة إدراج الموظفين للعمال في اتخاذ القرارات هنا نقول بيلي أن الشركة A ماشي هارمية ماشي حيراركية أما في الشركة B فصعيب أنك تقرب من المناجر والعمال غير كي يتلقى والأوامر بضل مشاركة في اتخاذ أي قرارات يعني نقولوا أن الشركة B هارمية أو هي هيراركي كب عند English Speaking Business أو علم الأعمال باللغة الإنجليزية نستعمل الاسم الشخصي إلى الفرد وخاهد السيد لم أكن أعرفه مزين يعني كان أعرفه على هذه الرسمية الشخصية دياله نستعمل الاسم الشخصي دياله ومنما كنت أعرف الاسم الشخصي دياله نستعمل Master plus Last Name يعني نستعمل Title يعني Master زائد الاسم العائلي بالنسبة للرجال أما بالنسبة للنساء فنستعملوا Message أو Message Plus Last Name وانتفادوا أننا نستعملوا Master أو Message بوحدها أو مع الاسم الشخصي للأمريكنز يستعملوا نام صافيكس Senior أو Junior للإشارة للأب أو الإبن أما بالنسبة للبريتش فما يستعملوهاش غالبا وحتى اللي يستعملوها فكتبوها GNR إلى SNR للأمريكنز يستعملوا الانيشال لكي يكتبوا الاسماء دياله مثلا GC Thomas GC هي الانيشال في عالم البيزنس MS تستعمل بزاف في Title لالنساء بدل المس أو المسز في البيزنس كارد يمكنك تكتب الاسم دياله مثلا Lanker, CPA يعني الـ Qualification هنا هي Certified Public Accountant ستستعمل حتى job title مثلا فاتيحة Sells Director إذا فهمتوا هذا الشيء تم رأي راقم 8 سأجيكم سهل سأجيكم 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 مع تقافة الشركات وهذا المرة سأجيكم سأجيكم مع دراس والأوتفيت سأخذر بعديل الشركات المختلفة مثلا Alphaland الموظفين ينبسون لبسة رسمية ولكن ليس مشكلة إذا ينبسون لبس سرواله والفيستة غير مطابقين البيضلة الرسمية البيضلة الرسمية واجبة وحتى اللون محدد في الأسود غاماريا البيضلة الرسمية ضرورية بحل بطاطانية ولكن ماشي طالت أيام بأسبوع مهار الجمعة كيستمحوا لهم بارتداء ملابس أقل رسمية دلتاطونية ماشي بالضرورة لبسها رسمية ولكن لبس مناسب ولائق حتى بالنسبة الـ Entertainment and Hospitality فكل شركة عندها التقافة خاصة بها من ناحية الطرفيه والضياف ألفلا مثلا الطرفيه مهم وجبة الغداء كتكون في المطاعم وكيتم مناقشة فقط الصفقات أما الحقيقة المهنية والخاصة فمنفصلة ولا يتهم دعوة العملاء إلى المنازل أما بطاطانية فبالنسبة للطرفيه كيكون فاشكي ساليو الخدمة ولا النقاش في العمل كيمشوا لدارة استوبار غاماريو الغداء مهم ولكن أقل أهمية من الفالان الجهات المهمة يمكن دعوتها للعيشاء في المنازل أما بالنسبة للطرفيه فيتم معا طريق دعوة إلى حضور حدث رياضي كبير مثلا في دلتاطونية يتم دعوة العملاء للغداء في المنازل أو الإبحار أو قدأ وعطلة نهاية الأسبوع في شمال دقاري فيه حتى بالنسبة للوقت فمواقف الشركات كتختلف من شركة إلى أخرى مثلا في بيزيفيل فالعمل يبدأ مع الثمانية طاعة الصباح وكتسالي الخدمة رسميا مع الستديل العشية وعندهم استراحة غداء لمدة ساعتين أما بالنسبة للالتزام بالمواعيد فيمكن الوصول حتى الـ 15 دقيقة للتأخر للاجتماعات فكتسالي الخدمة مع الستديل العشية ممنوع لك أنك تصل بشي واحد تدوي معها للخدمة ومنوع لك أنك تصل به أورة 9 ديال الليل بالنسبة للعطلة الرسمية عندهم حوالي 15 العطلة الرسمية في العام والموظفين يحصلوا على عطلة لمدة خمسة أسابيع في السنة وعادة ما يأخذون أربعة منها في غوشت يعني أن البزنسمان أو الممثل للوحد الشركة يجب أن يكون موليم بالتقافات دول أخرى ويحتبعد الشركات لكي لا يقعش في سوء الفهم وذلك سوء الفهم يقدر يأطر حتى على طريقة النقاش أو صفقة وهنا بعض الأمثلة التي تقدر تؤدي لسوء الفهم في حالة أن الإنسان لم يكن متطالع على تقافة البلد الأخرى أو تقافة الغير مثلاً أوكي ساين في هذه العالمة الأوكي في أمريكان تعني أوكي ولكن في إيران تعني سبب مثلاً في بعض الدول العربية فأنت تريد أن تسلم على شيء واحد يتمدلو جهة عادي بالنسبة لنا ولكن في اليابان أو في بعض الدول الأسيوية تقدر تحفو أحد الموقف المحرج مثلاً في اليوكي أو اليونيتد استايت فأنت تحطي رجل على رجل عادي ولكن بعض الدول العربية حشوبة وكخلاصة عمل هذا الدرس هذا البزنس إتيكات كيف تخص الشركة الأخلاقية تكون وماذا هو الجوانب التي تخصها طعف التعامل لها مع الموظفين والمجتمع والبيئة وحتى التعاملات الخارجية مع الناس من مختلف التقافات خاصة تحطار من خصوصية التقافية لها الناس والشركات وتفادى الوقع في سؤال فهم وما تنساوش تدروا طليلة على هذا البوليكوب اللي يحطو لنا الأساتيدة في السيت في شيء حاجة نبدل على هذه اللي عندنا في البوليكوب ويدروا عليه طليلة قرعوا وحاولوا يتفهموا رأساهل ماشي شيء حاجة اللي صعبه الله وفق الجميع السلام عليكم